اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما قام سعدة الوزير بزيارة الى خط الصهر السادس والطلع على سير العمليات كما قام ايضا بزيارة باقي ارجاء المصنع والشركة واستمع الى شرح توضيحي لكافة مراحل العمليات التصنيعية والانتاجية وبهذه المناسبة ثمن سعدة الوزير المساعية والجهود الجبارة والاستثنائية التي تقوم بها شركة ألبا مما جعل منها اسم يتربى على عالم صناعة الألمنيوم على مستوى العالم وزيارة الطلب على نوعية الألمنيوم الذي يتم تنفيذه في البحرين ودخوله في العديد من الصناعات العالمية والعملاقة من جانبه اكد الشيخ دعي بن سلمان بن دعياء الخليفة على ان هذه الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي تليه حكومة مملكة البحرين بالقطاع الصناعي بشكل عام وبقطاع الألمنيوم على وجه الخصوص مضيفا ان شركة ألبا تسعى على الدوام لبحث المزيد من المشاريع التوسعية والتحديثات والمرافق الجديدة لعمليات الشركة وذلك بما يعزز قدرتها على التنافسية في صناعة الألمنيوم العالمية وتحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 20-30